موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرف الوصلين سيدنا محمد الرسول اما بعد الزوك يا شباب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المحاضرة الثالثة من المحاضرات البيتش بي بي دي او اخر مرة لو انتم فاكرين ان احنا كنا عملنا الملف دوت اللي هو البي دي او اجزامبل ببيتش بي تمام كده واعتقدنا ان البيتش سيرفر بتاعنا شغال بالشكل دوت تمام ودعكيتنا كمان ان البيتش شغالة تمام كده والدنيا ماشيت معنا تمام تعالى نخش على البيتش بي مي ادمت لوكال اوست وانخش على البيتش بي مي ادمت وانخش على البيتش بي مي ادمت اوكي دي داتا بيز اللي انا عملتها المرة الفاتت وسميتها بي دي او بوستس تمام كده وعملت فيها تابل سميته بوست ايه تمام كده اللي هو دوت وطبعا انا حطيتها اليوزر لسم مصطفى بحيس ان انا اقدر تكونيكت عليها طبعا انت مكنت تسابها على الوكال هست بس انا محبش احصابها على الوكال هست في غالب انت لازم تعمل يوزر وتديله صلاحيات وبعد كده بتبتدي تشتغل على الديتابيزم المهم انا اندخلت فيها ساعتها اه اتنين سجل طبعا كده اسجل اتنين هوم تعالى ندخل فيها السجل تاني انسيرت هنسيب ال اي دي زي ما هو وهنقول مثلا فايدة فايدة استخدام موز فايد الموز لا تعد ولا تحصى ولا تحصى تحصى تمام كده وهسيب اس بابلش تبترول تمام 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 بعد كده هعمل انسيرت مرة تانية وبرده هكتب فوائد 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 الرياضة هكتب الرياضة لها فوائد كسيرة كسيرة بالصح اوكي تمام كده هقول لكم كده انا كده دخلت بحيث 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 انكن عندي حول 4 سجلات او دخلت على الـ مرة تانية هبصت عندي 4 سجلات وانتا امك تخوش على السجل المنتحدة دينه في وقت امك تخوش على السجل المنتحدة امك تخوش على السجل المنتحدة كده وانتا امك تخوش على السجل المنتحدة وانتا امك تابل في داخل الـ وفيه فيه بيانات نستخدمه كهدية لكي نحصل على جملة SQL يعني بيشكل مشكلة احصل على جملة SQL ويقوم ماذا فيه نحن نتصل بقاعدة البيانات قاعدة البيانات نحن نأهد نتيجة نحن نقم بقاعدة البيانات نأخذ نتيجة وبعد كده هنعمل لوب على النتيجة لوب على النتيجة تيجا وبعد كده ننشر البيانات ننشر البيانات يبقى ده احنا عاوزين ايه نعمله هنتصبق قاعدة البيانات سنعمل جملة على الموجود وناخد منه النتيجة وبعد كده نعمل لوب على النتيجة ديه ونبتد ننشر البيانات كل ده عن طريق البي دي او او طبقة البي دي او اللي هو البي تش بي دات ايه اوبشك عن طريق البي دي او البي تش بي دات اي اوبشك ده اللي احنا عاوزينه اول هدف من دلسطنة هنكون في اليتاردن عايفنا ما احنا عاوزين دلتا تعالى نبدأ نشتعر بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة دلوقتي هنخش هنا في الدريم ويفور ادي الدريم ويفور اشان انجاز بطيئة ايه طبعا احنا مرة الفيديو عملنا جزدي كود بي اتش بي واتكد نصير بشغال تمام كده وقلنا ورحمة بكم في عالم قاعدة البيانات وكاعدة البيانات اللي هي البيديو تمام كده هنبتدي دلوقتي نعمل المتغيرات اللي هتتصل بقاعدة البيانات يبا هنعمل كومنت كده ادي كومنت وهنقول اعمل متغيرات اعمل متغيرات لقاعدة ايه البيانات اللي هي البيانات اللي هي الدياتابيس اوكي تمام طيب اول متغير اللي محتاجه ومحتاج اعرف الهوست اللي شغال عندي مش كده يبقى صين دولار صين دولار صين دولار الهوست دوت هيساوي وليكن سنجل كوت وليكن نيم اللوكل هوست لوكل هوست انت سواء هتستخدم سنجل كوت او دول كوت ممكن انا اضعني بفريد شاوي تمام كده ولكن بيفرب بعض الحيات عشان موضوع ان انت تاخد نتيجة وتحطه نتيجة الكم دو كله لكن الحال دوت هنفسها بيه بالسنجل كوت تاني حاجه محتاج اعرفها اللي هو مين اليوزر اليوزر عندنا انا اعمل يوزر باسمان ولكن مصطفى مصطفى تالت حاجه محتاج اعرفها اللي هو الباسورد بتاعة اليوزر يبقى صين دولار باسورد هيساوي تمام كده كلمة المول بتاعت اليوزر اعمل سبعة بيتة سبعة اوكي ومحتاج كمان اعرف اسم الديتابيس يبقى انا عاوز كمان سين دولار داتابيس نيم دي بي نيم وده هيساوي احنا عارفين الديتابيس بتاعتنا اسمها هي لو انت مش متكت طبعا بترجع تاني البيتش بي ماي ادمين اللي هو ده وبتعرف اسمها قاعدة البان قاعدة البان بتاعتنا اسمها هي بي دي او بوستس بي دي او بوستس ماشي كده يبقى رجع تاني واكتب هنا بي دي او بي دي او بوستس اوكي كده عرفت المعنوات للسيل اللي انا هبتدي اكونكت بيها على الديتابيس اول حاجة الهوزر الوزر وتاني حاجة الوزر تاني حاجة اسم الديتابيس هنبدأ اللي لت ؟ نعمل متغير هنسميه اسم الديتابيس دي او الديتاس時間 او آپس dei او هنوضح فيه ل التبعة الفيديو او تعامل او اي نوع من قاعد البيانات احنا هنتصل به اللي هو الـ MySQL والـ Host بتاعها مين ماشي كده هنعمل من تغير كده كده وهنقول هنا التعامل مع الـ Data Source تعامل مع الـ Data Source Data Source ما احنا نسميها DSN اللي هو الـ Data Source مين ماشي كده في الحتة ديت انا هنعمل موت اغير سين دولار وهسميه DSN اللي هو Data Source وهديله الحاجة دي اول حاجة هقول له انت هتشتعل علانه داتا بيزدادت احنا داتا بيزدادت تاعتنا اسمه MySQL MySQL تمام كده واحط نقطتين وبعد كده هقول له الـ Host بتاعنا الـ Host تمام كده هيتساوي واروح واقف هنا واقف كده هون في الحتة ديت وهعمل . وهعمل سين دولار مين سين دولار هوست سين دولار هوست سين دولار مين هوست ماشي كده يبقى عطيت له نوع قد بيزدادت ليهما يسيكويل وعطيت له اسمه 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 الـ Host وبعد كده هروح هعمل مرة تانية وهعمل سينجل كود وهحط هنا فصلة منقطة في الحتة ديت وهقول له الـ DataBaseName الـ DataBaseName الـ DataBaseName تمام كده هتساوي واروح جاي هنا هعمل دوت واروح جاي هنا هعمل سين دولار سين دولار داتا بيز نيه تمام كده هروح هعمل فصلة هاي فصلة مع قوطة وضع كنترول واس تمام؟ علشان يعني اعمل تاست كده بسرعة ممكن اطبع جملة سين دولار سين دولار اس دين دي اس ناس دي تمام كده عشان هعمل شكل جملة طلع ازاي هعمل كنترول اس هجمعة وهشوف الدنيا ماشي ازاي هعمل بي ار هنا ايكو بي ار بي ار بهذا الشكل هعمل كنترول اس موصل كده هنكادمين احنا ماي سيكويل وعاكده نقطتين الهوست بيساوي اللوكال هوست وفصلة مع قوطة الداتا بيزنين بتساوي الفيديو او بوست تمام كده هتعين ده شكل شكل جملة دي اس ن ايه دلوقتي تمام؟ تمام طيب هعمل كومنتر دولة وده كمان وعملها كومنتر كده كل دي عبارة المهم كومنتات ماجيش مشكلة تمام؟ كده كنت جملة ايه دي اس ن كنت جملة ايه دي اس ن وشفت شكلها اعمل ازاي؟ ولو بديك شكل ايه مؤقت طيب دلوقتي اعاوزين ناخد نسخة من قاعدة البيانات او اعمل connection على قاعدة البيانات عن طريق البيديو اوبجيكت ماش كده؟ طيب يوقتي اعاوزين دلوقتي اهو خطوة بعد كده هنعمل اعمل نسخة اتصال انا سميها كده اعمل نسخة اتصال بيديو او هناخد قاعدة البيديو او هيتصل بالداتة بيس دلوقتي ماش كده؟ تعال اعمل ازاي؟ هنيجي هنا ونعمل سين دولار سين دولار طبعا كده؟ وهكتب بيديو او اللي هو البيتش بي داتة اوبجيكت وهده هيساوي نيو كمة نيو طبعا كده؟ وهكتب بيديو او كابتل كمان كده؟ وهفتح كده؟ بيديو او كابتل وهفتح ايه كوز طبعا؟ في القوز ده انا محتاج السين دولار دي اسن اللي هو data source name ومحتاج sign$ user اللي هو الـ user بتاعنا ومحتاج sign$ password طيب يبقى ايه اللي حصل دلوقتي دي اسن فيها اسم قاعدة بيانات والـ user موجود والـ password موجود بتاعتي يبقى كده انا بعمل connection على الـ database اللي هو ماسكها الـ user فلاني بالكلمة من فلاني تمام كده؟ تمام ده هيجي فين؟ هيجي نسخة منه في الـ video ده اصبح نيني object دلوقتي دلوقتي محتاج ان انا اكون جملة استعلام ماشي كده؟ خليوا بقى لكم الخطوات عشان الخطوات دي هتمشي بيها على طول لو انت هتشتهر به بالـ video محتاجين ان احنا نكون جملة ايه؟ جملة استعلام جملة الاستعلام بتاع الـ video تمام كده؟ هتوب بعبار عن statement هتخش عن طريق حاجة اسمه الـ statement query وهنا علينا وقفة بسيطة الاستلامات داخل الـ video objects بتكون بحاكتين او بتتعامل بحاكتين جملة اسمها جملة الـ video query وجملة تاني اسمها الـ pre-pair مش الـ pre-pair ماشي كده؟ يبقى عملي عندي الـ video query وعندي الـ pre-pair دولة جملةتين ممكن ما هو يعمل بهم الـ statements على الـ database بتاعاتنا طبعا كده؟ دلوقتي هنستخدم الـ video query تمام؟ تمام؟ هنبدأ اول حاجة هنكتب هنا هنقول الاستعلام بجملة الـ video query حط هنا الـ comment تاني انت عاستعملها بالـ بيها تناشى وبش مشكلة عاستعملها بالشكل لكها بس خمش شكل لكها مبسط اعمل جملة استعلام video query video query video query video query و انطرق ويعمل و هنقوله ان انا عندي sine$ statement ماشي كده هدوم جملة الـ استعلام تحتي و جملة الاستعلام تحتية من الكائنه الو بديوه تمام؟ ونحط ديت والسهب ونستدعي المسود اللي اسمها Query Query تمام وهفتح قوس وفي القوس دوت هبتدي اكتب الجملة بتاعت The SQL قومت The SQL اللي عبارة عن Select تبقى Captain النجمة From From البوست ايه تمام كده هبتدي افل الجملة بتاع الستمت التحليم يبقى ثاني دو حتي اول حاجة عملنا Data Source Name وخدنا فيه اسم قاعدة البيانات مع الهوستنج تمام كده ثاني حاجة خدنا كان PDO عن اسم قاعدة الان Em تمام سجلات كلها من الجدول بتاع البوست ايه عاوزين نعمل جلب للحقول الموجودة الجلب بتاع الحقول الموجودة اسمه اسمه ايه فتشنج ماشي كده ولو انت عاوز تعرف مزيد من المعلومات بتخش هنا على الجوجل وتكتب بي دي او فتش بي دي او فتش اهي تمام كده اروح على نعمل بي دي او و هشوف الفتشنج بيتم بكام طريع فتشنج يعني يحضر البيانات من الجدول بتاع مين بتاع التابيس فبيقول ان انت عندك اول حاجة في حاجة اسمه الفتش اسوسيد و دي معناه انه هتطلع لك الاري و الاري ديت هتطبع الاندكس بتاعها الاندكس بتاع كل عنصر فيها عبارة عن اسم العمود والفاليو هتطبع القيمة اللي موجودة فيه في العمود دي دي اللي هي الفتش اسوسيد و فيه الفتش بوس و ده هتطلع لك قريب فيها مصروفين مصروف الاولية بيجي فيها العنصر عبارة عن اندكس يعني رقم تمام كده والفاليو بتاحته او بيجي فيها العنصر في اسم العمود والقيمة بتاعته في ناحية تاين ماشي كده او بتعمل حاجة اسمه الفتش بس عن طريق حاجة اسمه ايه الابجكت تمام كده الفتش ايه فتش او او فيديو فتش اوبجكت ده نوع ثلاث من ايه ما نحن احنا نحاول نعرف فكتا من طريقه بس عشان ما انتوشي هنبتدي بالقيمة بالفتش اسوسيد تمام تمام هنيجي هنا في دريم ويفر بعد ما اقومنت الاستعلام بتاعتي وعرفت طرور الفتش هعمل دلوقتي لوبينج اللوبينج هيبدأ ازاي حويل تمام كده وافتح قوص بعد كده هفتح الكرل باكس بتاعي تمام جوه القوص دوت هبتدي احط الجنة بتاعتي انا عندي فيه روز جاية سين دولار رو دوت بيساوي السين دولار استيتمنت اللي عندك وراحة على الميسود تمام كده اللي اسمها مين فتش راحة الميسود اسمها مين فتش لما كده وبعد كده في الفتش دوت انا بجيب عاوز اجيب الفتش عن طريق البي دي او فتش اسوسيد عشان ما اغلطش فانا هاخده الكوب من هنا اهو اللي هو دي كنترول سين تمام كده وحطها هنا كنترول في تمام يبالي الوقت يقول له روح الان هحمل لي اللوبينج تمام كده على جملة اللي هو تجاية بنتيجة تمام كده وهتلي المصروفة بتاعتي بتاع العميد اللي عني طيب جبت المصروفة هبتدي ايه اطبع هبتدي ايه اطبع على مين على الصفحة عني فهعمل اول حاجة هعمل هعمل ايكو وفي الايكو دوت انا هقول له اطبع لي السين دولار رو سين دولار رو وطبع انت بس تجيب الحاجة بعد كده هتنصبها زمت عاوز لمين؟ انا عندي الوقت مثلا جوه في عندي مثلا ال اي دي مثلا اعود اطلع ال اي دي تمام كده وهاجه هنا بعد كده احط هنا ضد وهبتح اطبع ثاني اللي هو اطبع ايه بي ار بي ار تاج وابتدي اجرب كنترول واس واشوف نتجه بصوا كده جماعة فيه واحد اثنين ثلاثة اربعة انا فعلا لو انا بصيت على السجلات بصيت على نعمل بي ار هنا في الحتة دي اهو اطبع شدنا اطبع كنترول سي اطبع هنا كنترول بي عشان اطبع حاجة مدبوعة اطبع كده ادي عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب او ان انا ممكن ناجي هنا بدلش نخلقها كوميتين دعنا نخلي في جملة واحدة على احسن نيجي هنا في الحتة ديت ونحط سنجل كوت ونضع ال اي دي وفي ال اي دي هنا هنكتب مسافة او مسافتين تمام كده وبعد المسافة دي هنحط برضو نقطة وهنحط فيها سين دولار رو سين دولار رو بدل نحطها في كنين بكذا مفصل انا هنحطها بس بحاجة واحدة واكتب هنا اي ايه تايتل 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 اوكي اوكي وبعد كده ال بيوار طيلا نجرب بس واحدة عشان بس اي اني كون جنة صح وضط تانية وطاعد نعمل كنتروليس ونشوف اللتيجة ايه ايه اهو مقالة عن فوائد الربان دي واحد مقالة عن التفاح دي اتنين فائدة استخدام الوز دي تلاتة حوائد الرياضة بأربعة تمام كويس جدا تمام طيب ممكن برضو اروح هياخد خلبي انا اخد مسافة زي دلي كمان انا اخد هنا ثلاث مسافات برضو واحد اتنين ثلاثة تمام وبعد كده دوت بس هندول الرو مثلا قطعها ابتدية تمام واروح حاطة هنا سنجل كوت وبعد طيب ان يحتاج ذلك ثلاثة تمام ممكن اطلقة البادي نكون هنا البادي كمان نضيف كونترو اس اه هنا مطة تمام كده ايبعد انت واحد مقالة عن فوائد الرموان والحلبة الرموان مفيدة باد اجيب لك مين البادي لو انت عاوس تكبر المسافة شوية نترو اس كمان هو ده حصل اللي بحطش فتفضل ملأساسه طب لو عملنا اثنين ما شلنا شلنا سنجا كودي كده كده برضو ممحطش مسافة يبقى عندك ام يوسي تهت مرة مثلا نحطهم في ده طبعا انت بتغير نفسها في ده كله تممكن ان تعمل ايه جدول وطرح دماغي. ابصد لا في مسبب بدائية الضفا ايه تمام كده. الاحسن تطبحهم في البيانات. المهم دلوقتي هو استطاع ان هو يوصل للبيانات ويجيبهم. يوصل لبيانات ايه ويجيبهم. تمام كده? بهذا مين? بهذا الشكل. تمام كده. يبقى دلوقتي استطاعنا ان احنا نوصل البيانات الموجودة داخل قاعدة البيانات وان جملة الجملة بتاعتنا ماشى صحيح. عملنا data source name ودينا للدرايفر اللي هو يعتبر نوع قاعدة بيانات. ودينا للهوصل ودينا ال data business name. وبعد كده عملنا جملة الاتصال عن طريق object من البيديو تمام كده. وخاد data source name وخاد user وخاد password. وبعد كده عملنا statement هتعمل كويري على الجرد ايا كان الكويري دوت تمام كده. وبعد كده بعد ما جبنا النتيجة هنا في ال statement دي عملنا لوبة على ال statement بحيس ان هي تعمل fetching للبيانات. fetching المين للبيانات. وستطعنا فعلا نحصل على البيانات ونعرضها مين على الشاشة ايا كان التنصيق. مش مشكلة التنصيق دلوقتي ولكن هي الفكرة في ان انت تحصل على البيانات بعد كده نحط تنصيق زي ما ايه زي ما انت اعاوز. تمام كده? تمام. بكده يا جماعة وصلنا لنقطة مهمة وهي ازاي نخش على data base. تمام? كده 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 تدي لي فايدة ايه كويسة. وموضوع التنصيق تانيه ما تقولش هامه انت هسي تفكر في تنصيق. وكده بتحطه جوه لكوه. اهم حاجة ان الحاجة اللي بتعمل لك كذا هي كذا. ازاي ازاي عاكم في الفيديو اتعمل لك ومينت لايك شير لي وازاي عاكم تقنية التعامل لسا بسكرة في داخلك انا وقوم نيك الشريك ومنشاكرين. كما معكم هندس مصفة عبدالقادة الزيدي من قناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.